تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس البلغري رومين رادف تناول مصار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين حيث أكد رئيسان عزمهما على الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات في السنوات الأخيرة ودفع التعاون إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات خاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول كذلك الأوضاع بشرق الأوسط وقطع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي مستجدات الجهود المصرية للتوصول إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية مؤكداً ضرورة إنهاء المأساة التي توجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري كما أوضح الرئيس السيسي أهمية الطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل الدولتين محذراً من أن استمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسع الحرب أقليمياً وما قد ينتج عن ذلك من عواقب خطرة على شعوب المنطقة كافة من جانبه ثمن الرئيس البلغرية الجهود المصرية للتهديئة في المنطقة ودور مصر الراصخة كقوة سلام واستقرار إقليمية مؤكداً حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع رئيس السيسي بهدف المساهمة في استعادة الأمن والسلم بالمنطقة